السلام عليكم اخوتي تبارك الله عليكم معكم عدنان ماريبي في لندن ومحبا بكم فيديو جديد على 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 كايتي بيك بزاف ديال الناس قالوا لي اخوي اعطينا المزيد اخوي عدنا اعطينا المزيد بغينا نطحنوا الدولار وانا قلت ليهم ماشي مشكلة انا اعطيك المزيد وبغيتك غير تطحن الدولار تحاندك الدولار ببا بوم بزاف ديال الناس عجباتهم الطريقة اللي وردتكم ديال إلوشتريتر ديال كيف سمو ديزاينات عديدة في طرف وجيز من الوقت قالوا لي عدنان بغينا الطريقة فوتوشوب وبغينا شي طريقة وحداخها اليوم مرحبا جوج ديال الطرق ديال كيف اصنعوا مئات ديزاينات مئات ديزاينات بفوتوشوب وبكامبا ان شاء الله مستعدين قبل ما نبدو هاد الفيديو هادا بغيت نقولكم شكرا بزاف على الدعم ديالكم وشكرا بزاف على التعاليق زوينا اللي خليتونا في الفيديو اللي ولكي قديمي أريد أن أعطيكم هدية الذين يريد أن يعرف ما هي الهدية وكيف يدخل في المصابقة وكيف يرفع الهدية يتفرج معنا حتى التالي نحن نضيف المفيدة نضيف المفيدة نطحنوا الطولار لما لا تطحنوا الطولار طحنوا الطولار في الفيديو اللي فات أريد لكم ريفا رياب الواحد في هذا الفيديو سأريكم جوج وتقدروا ثلاثة واربعة وخمسة بيثال الهواجة لبتلو في الديزاين فعلا نجعل المسائل سهلة سنخدموه على الرئيس مثلا awesome since 2010 legend since 2010 وepic since 2010 وهذه 2010 هي التي تبدأ تبدلها سنقوم بيثالتين فتحن لديهم الكثير من الأجل وعندهم الكثير من التطبيق وهي ديزاين جاهزين التي تستطيعون تستعملهم من Merch by Amazon, KDP و POD Platforms الذين يريد أن يضع ليلة ونرى ما لديه سأجد لكم الليل تحت ونرى ما يوجد سأقوم بإستخدام هذا الـ Graphic Design ونضعه في Photoshop قبل أن تبدأوا الـ Design في Photoshop سأعرفكم كما تعرفون كيفية الكفر الذي ستخدمه عليه مثلا ستخدمه على 6x9 inches وPageCount ستخدمه على 110 وPaperColor ستخدمه على الـ White بعد ذلك سأقوم بإستخدام الـ Download Cover Template قبل أن تحملها فتوهو في Photoshop ويقوم بإستخدامها ستخرج معك سأقوم بتخدمجها بعد ذلك سأقوم بتخدمه سأقوم بتخدمه بعد ذلك سأقوم بتخدمه كي سأخدم بتخدمه ثم سأقوم بتخدمه ثم سأقوم بتخدم هذا الـ Dabbing Unicorn سأقوم بتخدمه هنا ومن بعد ذلك سأكتب بإستخدام الـ Birthday Quotes نج effort لا أريد كيف تبقير في فوتوشوب أريد كيف تبدأ هذا القوات وهذا الإيمان مثلا نجد تستطيع تقوم بعملها بشكل كبير سوف أتبع معي تبع الله على تكسته إذا كنت تصوب الديزاين لك وهذا التكست كيكون لايف سوف نحلو واحد الشكل هذا اللي فيها awesome since سوف تكون عليها birthday quote بحال هذه لأن هذا اللي سوف تبدأ واليه هو هذا 2000 سوف تكون اسميتها yeah ولا أي اسمية سوف تسميها سوف تكون بحال هذه هذه سوف تكون بحال هذه وهذه سوف تكون بحال هذه فأمتنيني؟ في birthday quote سوف نحلو awesome since وفي year سوف نحلو 2000 سوف نحلو 2000 و2015 والباتح الثاني سوف نحلو epic since 2000 حتى 2015 والباتح الثالثة سوف نحلو legend since 2000 حتى 2015 سوف نحلوها as a csv save as csv file هذه csv file save ماذا سوف نحلوها؟ سوف نحلو image Photoshop سوف نحلو variables سوف نحلو variables كما قلنا هذه اللية هي هذه والاسمية ديالها في spreadsheet هي year كما اشتو ها هي year year سوف نحلو اللية الثانية اللي هي variable الثاني birthday quote birthday quote خصتها تكون تهي birthday quote هنا في spreadsheet من بعد نحلو data sets ونحلو import ونحلو ونحلو cssv file اللي كرينا على الدابة ونحلو أوكي أو مطلعونا هذا الdatasets ديالنا كامل نحلو من بعد سوف نحلو سوف يفهمين حتى الآن ومن بعد نحلو export data sets as files هكذا نحلو الdatasets هذا الفائل نحلو نحلو فوتوشوبي سوف يخرج انتو ما نعبوا بها مثلا نحلو فائل نحلو unicorn birthday since ونحلو الdataset number 123 ونحلو ونحلو 123 فهمتني فائل extension فهذه الساعة سوف نحل سوف نحل jpeg ما نحلو ونسأل ونحل ومك ومن بعد نحلو ونحل رأيك سوف ن exting ا Cheer نرى ما يوقع. نرى معي. لا يوجد فيه في واحدهم. ماذا؟ نرى. في ظرف 20 ثانية لم يكن لدينا. ما تخفزك؟ عبارة يسيل. نحن لم نريد PSD. نريد JPEG أو PDF. سأريكم طريقة كيف ستكون تكون في PSD من PSD إلى JPEG في داخل Photoshop و في كليك واحدة. سأريكم معي. سأريكم في File و سأريكم في Scripts و سأريكم في Image Processor. هنا يقول لك أعطيني فولدر الذي فيه الزماج الذي أريد تبريسي. الذي أريد تبدل من PSD إلى JPEG. سأريكم في فولدر هذا. و هنا أريد أن أريد أن أرغبك JPEGs التي سأريكم. سأريكم في الوقت الماضي. و هنا في File Type سأريكم لأن KDP يقبل JPEG وال Quality سأريكم 10 و هنا لا أريد شيئا. سأريكم بهذا. أريد أن أرغبك. سأريكم معي. ماذا يدعون عليها؟ هنا أرغبنا فوضى و أحد أخر جديد يسمى JPEG. لا يستطيع أن أرغبهم. سأرغبك. 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 في عشرين ثانية تصبح هذا الشيء كامل. سأرغبك. كاملين تبهدوا JPEG. كاملين تبهدوا واجدين. كل شيء واجد. و ماذا يكون مصنطرين. كل شيء مصنطرين. كل شيء مصنطرين. بالفضل من ذلك. لماذا يغبك. كاملين تبهدوا البعض. نعمل كاملين. سأصبح Custom Dimensions. إلى السنة إذن 6x9 inches هل لا يمكن أن يظهده هذا. سأرغبنا أن نعرف الـ Dimensions في كاملين. وكنا نعرف الـ Dimensions صحيحة سأرغبنا والتأخذ قطر كاملين عن KDP. سأرغبكم. سأرغبوا por KDP Tools & Resources. سأخبركم On Description. ربما تبهدوك إلى الواقع. سأرغب ونقوم بإرطاء هنا. هذا اللي كيطلع لكم هنا غادي تختار ذلك الشيء اللي بغيتي black ink and cream paper وهنا trim size غادي ندير 6x9 كشي اللي بغيناه وهنا غادي ندير number of pages غادي ندير مية وعشرة باش غادي نعرفوا الـ dimensions الصحيحة غادي نشيو الكافر هنا في هذا الكافر هنا في انكي اعطينا الـ dimensions الصحيح ها انتم اشوفوا معي هذا الـ height يعني الطول وهذا الـ width اللي هو العرض ها انتم ها الطول طول وهذا العرض طول ها ندير 23.495 cm ها انت الـ cover height 23.495 وهذا الـ cover width اللي هو العرض 31.7442 31.7442 سوف ندير create design ها هما الـ dimensions الصحيحة اذا قمت بعمل دمانسيون واحد اخرين ما رديش يخدمونك ونطلع ذلك الـ cover template اللي كنا داونلوديونا خبائلات سنطلع الـ uploads أنا طلعتها هنا ها هي اشتاء سوف نضعها بحل هكا سوف نقبط العبار دينا ونشوف في فرحنا كنكتبه الشيء كيف جاءت لاصقة 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 سوف ندير واحد اللي من فوق من هذه ها فين سوف نمشي سوف نمشي cd elements سوف ندير هذا الـ shape الذي تقدروا تجيبه من هنا سوف نديره من فوق من هذه بحل هكا مثل الـ color سوف نرجعه كحل سوفوا معي ما سوف نديره سوف نمشي الـ opacity ونقص منها قليلا كي سوف نرى فرحنا كنكتبه وسوف نطلع الـ unicorn الذي طلعنا قبيلة فوتوشوب سوف نقبط على الـ upload هنا نقلبه عليها نجيبه بحل هكا سوف نبركه عليه ونصغره ونضعه بحل هكا نقدره جيدا نديره text نديره awesome sense نقلب على فونت الذي سوف نمشي مع الـ unicorn سوف نلقينا الفونت الذي سوف نعمل به سوف نقدر هذا الـ design وسوف نمسحه وسوف نديره الفونت سوف نقلبه سوف نقلبه وسوف نقلبه وسوف نديره وسوف نقلبه وستمره نقلبه ونعجمه على الـ opacity نعوده 100% سوف نقلبه هذه الـ background نعوده ل Rise لكي تقلبه لدينا زيحة الـ unicorn و تلك الـ text و ال background هذا هو. حسنا. نحن نسيب لدينا الديزاين. هذا ما سنفعله. سنستطيع أن نعمره هذا الشيء أوتوماتيك ويقوم بإمكانكه. خاصة ندعونا واحدة الإستانشن التي سنأخذها من Merch Titans website. سأخبركم كيف تعمل و سأخبركم من أجلها. هي Chrome Extension لديها هنا. نفتحها بشكل هذا. ستطلب لنا واحدة CSV فائل. بشكل ما رأينا قبلها في Photoshop ومن قبلها في Illustrator. سندعونا وتمبيتها سنبكع على هذه export CSV فائل. سنقوم بشكله. ستطلبها وستطيعها ستبدأ بحلقة. فيها Stadial Variables عند CVA123456. ولكن لا تعمروا استقاملها. لا تزيدوا فيها. إذا استطعت الـ Variables سنعرفهم بخطنا. المهم سنقوم بإمكانك 2 variables. الـ Variable الأول هو Awesome Since 2000 إلى 2015. مع أخرى Epic Since 2000 إلى 2015. و Legend Since 2000 إلى 2015. وهنا هنا فائل الـ Name. فائل الـ Name هو ما تريد تسميدي الفائل لك. سوف تفهمون. سأرى معي ما سنقوم بشكله. سنقوم بعمل As CSV بحل ما قبلها. سنقوم بعمل As CSV. وبعد ذلك سنقوم بشكله. CSV File Select CSV. سنقوم بشكله. وهذه سنقوم بشكله. سنقوم بعمل Cycle Variables. سنقوم بشكله ونرى خدمات أو لا. أول شيء سنقوم بشكله. سنقوم بشكله. سنقوم بشكله ونرى خدمات وهذه في الوسط. وهذه هو الـ Alignment لها سيكون خدمات في الوسط. وهذا هو المثل الذي سنقوم بشكله. سنقوم بشكله. سنقوم بشكله. وهي مع هذه VAR 2 بحالها كما تبقى Size الأول VAR 2 بحال هذا سوف تجعلها لا تقصها سوف تذهب إلى Extension و سوف تقلب على CSV و سوف تجعل Mode Cycle Variables UCSV و سوف تضع Submit و سوف ترى كيف يتقدر بوحده لا ترى معي و كيف سوف تصنع لها دابة بوحده و سوف تسالي تضع لك Done إذا نحن سوف تستينا سوف تذهب إلى دابة و سوف تذهب إلى Mode و سوف تضع Download و سوف تضع Download File As PDF و سوف تضع Download Sub Folder و هنا في Download Sub Folder سوف تضع اسمه الذي سوف تسمى هذا الفولدر مثلا Unicorn Birthday Notebooks و سوف تضع Submit و لا ترى معي كيف سوف تصنعها كيف سوف تصنعها سوف تصنعها المشكلة التي تضعها تقول لك تضع 30 Day Trial أو خاصة تكون لك Canva Pro فإذا أريد أن تشارك في Canva أريد أن تشارك فيها أريد أن تشارك في Canva أريد أن أعلمكم بطرق كاملين كيف سوف تكون و كما كانت لدينا المشكلة و هناك خدمات لنا و سوف تضع و سوف تضع هذا المشكلة من Canva سوف تصنعها من المشكلة من Canva بحال هذا سوف تضع و سوف تصنعها و سوف ترى ما هي المشكلة التي سوف تقضع لها منطل ليرة أخيصة من 9.99 و سوف أجعلكم تصنعها تصنعها P15 سوف تصنعها 15% الآن هذا المشكلة التي قدرت أن تلقاهم في الـ Automatization و لم يكن أي شكلة أخرى و كما كان هناك شيئة من غير Photoshop و من غير Illustrator سوف أجعلها لكم ولكن أريد أن أجعلكم بطرق إذا كان هناك شيئة سوف أجعلها لكم سوف أجعلها الهدية هذه الخوط سوف أعطي 20 دولار لهم في PayPal عندما سوف تدخلوا المسابقة و تربحوا الهدية سوف تضعوا لايك سوف تشتركوا في القناة سوف تدخلوا بطرقوا في الفيديو لكي سوف أعرف كل داخل والفائزين سوف أعلن عليهم في الـ Atomaster ADP ينهار 15 يناير يالله حتى تساعدين اشتركوا سوف أعطيكم كل ما اشتركوا و كل ما زادوا لكم لكي تربحوا في المسابقة يالله نتمنى أن أعجبكم هذا الفيديو و قلوا لي اشتركوا في الـ ما هي الحوايج التي تريدون أن أهضر عليهم في KDP أو الهجرة أو أي موضوع سوف أعطيكم وأنا ان شاء الله سوف أعمل ما و سعير وسأعمل ما في جهدي لكي سوف أصل لكم المعلومات تابعوني في instagram Atomaster ADP لما سوف أعطيكم حوايج لا سوف أعطيكم ولا سوف أعطيكم عن تحركات و ستعرفوا ما هي حوايج والما سوف أخرج و إذا سوف أخرج سوف أضعوا و لا تنسوا أن تشاركوا في أجراء انا و سليم ماتش با امازون ان كي دي بي ماروك سوف نتبارك الله 13 الالف مشارك تم تم تقدروا تسألوا الاسئلة لكم وسوف ندير لكم لايفز وسوف نعطيكم حوايج وسوف نساعدكم بقدر المستطعين ان شاء الله المهم الحمد لله اللي شفناكم على خير وباخير ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله السلام عليكم تهلا وفرصكم تحنوا الدولار تحندك الدولار ببوم تحنوا الدولار